بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الدرس الرابع في الوحدة الثالثة من أبواب الإعراب بالنيابة الأسماء الستة وهي ستة أسماء في اللغة العربية محدودة نعدها الآن الاسم الأول قالوا أبو أخو حمو هنو ذو وفو أبو أب معروف وأخو من الأخ معروف وحمو الحمى معروف والهنو قالوا هو كناية عما يستقبح ذكره ولغته قليلة في لغات العرب ذو بمعنى صاحب وفو وهو العضو المعروف وهو الفم هذا هو تعداد لهذه الأسماء هناك إعراب لها فهي تعرب على خلاف الأصلي إذ تخرج من علامات الإعراب الأصلية إلى علامات الإعراب الفرعية كما هو الحال في أبواب هذه الوحدة كاملة ترفع هذه الأسماء بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء لعلك تلاحظ أن هذه الأسماء تعرب بعلامات إعراب مختلفة في الحالات الثلاث فهي ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء لذلك يسمونها لغة التمام لأنها في حالة الرفع لها علامة في حالة النصب لها علامة في حالة الجر لها علامة على غير ما هو معرف في أبواب الإعراب بالنيابة فغالبا تشترك بعض العلامات في التعبير عن بعض الحالات الإعرابية أما الأسماء الستة فهي ترفع في حالة ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء هناك شروط رآها العلماء حتى تعرب هذه الأكلمات بالحروف حتى تعرب بالحروف برفع بواو ونصب بألف وجر بياء لا بد من شروط أول هذه الشروط قالوا أن تكون مفردة فالتثنية والجمع لا تدخل في هذه الحالة بمعنى إذا ثنيت أعربت إعراب المثنى لا بد أن تدل على مفرد على أب واحد على أخ واحد وهكذا إذن الإفراد وهو ما يقابل التثنية والجمع الأمر الثاني قالوا أن تكون غير مصغرة غير مصغرة يعني تكون مكبرة على صيغتها الموجودة حاليا يعني بمعنى أبي أو خي هذه لا يمكن أن تعرب بهذه الحروف الشرط الثالث يراه العلماء قالوا أن تكون مضافة يعني يأتي بعدها مضاف إليه بشرط بشرط لا تضاف إلى ياء المتكلم نحن قلنا أن ياء المتكلم هذه إذا اتصلت بأي اسم فهي تعربه بعلامة إعراب مقدرة تعربه بعلامة إعراب مقدرة لكنهم اشترطوا أن تكون مضافة وهو شرط لازم إذن الإفراد التكبير الإضافة إلى غير المتكلم هناك شرطان يختصان ببعض هذه الكلمات قالوا أن تكون ذو بمعنى صاحب اللي هي ذو هذا خاص بذو طبعا ذو قد تستخدم في بعض اللغات اسم موصول وربما استخدمت اسم استخدمت غير ذلك اسم موصول مثلا كقول بعض عرب وبئري ذو حفرت وذو طويت ذو حفرت وذو طويت والمقصود التي حفرت والتي طويت ليست هي المقصودة المقصود ذو التي بمعنى صاحب أما فو وهو العضو في جسم الإنسان اللي هو الفم فلابد أن تكون من غير ميم من غير ميم يعني لا تأتي فم فم لا تعرب هذا العراب لا بد أن تكون بالواو لا بد أن تكون بالواو نأخذ أمثلة على هذه الكلمات حتى يتضح المقال بإذن الله تعالى قال تعالى في آية على لسان إخوة يوسف وأبونا أو 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 بناتي شعيب وأبونا شيخ كبير أبونا لاحظ معي أنها جاءت بالواو لأنه مبتدى مرفو وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وشيخ خبر لاحظ معي في قول الله تعالى في الآية الأخرى إِنَّ أَبَانَا إِنَّ أَبَانَا هنا اسم إِنَّ منصوب وعلامة نصبه الألف فجاءت أبانا هنا منصوبة بالألف في آية أخرى يقول تعالى ارجعوا إلى أبيكم أبيكم لماذا جاءت أبيكم هنا عندي إلى حرف جر وجاءت أبي بالياء لأنها أو لأن الإسم وقع مجرور وعلامة الجر هي الكسرة كما تعلمنا هناك بعض الآيات لكن الله ذو فضل ذو فضل هنا اسم لكن أو خبر لكن مرفوع هذا اسمه لكن الله ذو فضل على العالمين هذا اسمها اسم لكن اللي من أخوات إِنَّ منصوب وعلامة نصبه الفتحة خبرها مرفوع لاحظ معي في الرفع جاء أبي ألواء ولاحظ هنا الإضافة موجودة ومتوفرة إذن يعرب بالحرف نقول في لهجة لا فض لا فض فوك هذا فعل بني المجهور وهذا نائم فاعل مرفوع على مترفعه الواو لأنه لأنه من الأسماء الستة إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو لاحظ معي فاهو هنا منصوبة لنا مفعول به نصب بيش نصب بالألف ولو كان مجر لقلت فيه ولو كان مرفوع كما هنا لقلنا فوه إذن والإضافة هنا متوفرة هذه بعض الأمثلة والشواهد على الأسماء الستة ترجمة نانسي قنقر